موسيقى صباح الخير والبداية مع العنوى موسيقى استشهادوا فلسطيني وإصابة خمسة خلال تصديهم لإعتداءة جنود الاحتلال في بلدة صريف بالخليل موسيقى الجيش السوري يعلن فتح ممرات آمنة للسكان المحاصرين في حلب ونحو كيلومتر واحد يفصله عن استكمال الطوق حولها الحجد الشعبي يشارك بمعارك تحرير الموصل إن شاء الله الناطق باسم الحجد الشعبي يؤكد للميادين مشاركته في معركة تحرير الموصل بعد قرار العباد تحويله إلى مؤسسة عسكرية رسمية الحزب الديمقراطي يرشح كلينتون رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية وأنصار ساندرز يتظاهرون احتجاجا موسيقى لإطلاق النار وأعلن جيش الاحتلال أن منطقة شمال الخليل منطقة عسكرية مغلقة كما قطع الطيار الكهربائي عنها بعد إصابة عدد من جنوده في أثناء الاشتباكات موسيقى أرسل الجيش السوري رسائل نصية إلى سكان شرق حلب الذي تسيطر عليه الجماعات المسلحة يؤكد فيها أنه سيوفر ممرا آمنا للراغبين في مغادرات المنطقة التي يحكم الجيش الطوق حولها كما تدعو هذه الرسائل الجماعات المسلحة إلى إلقاء السلاح وقد استعد الجيش السوري السيطرة على حي الليرمون شمال غرب حلب ليطوق بذلك الأحياء الخضيعة لسيطرة الجماعات المسلحة كما استعد كراجات الليرمون الملاصقة لطريق الكستلو موسيقى من سياسة القدم التدرجي إلى معارك التقدم المتسارع انتقل الجيش السوري في معارك حلب على محورين تقدم داخل المدينة وضعه على طريق الكستلو من جهة كراجات الليرمون رافقته سيطرة قوة من الجيش وصلت من الريف لتسيطر على مجمع الكستلو بهذه السيطرة يكون الجيش قد ثبت ثلاثة نقاط ارتكاز له على امتداد طريق الكستلو وأمن نقاط ارتكاز جديدة لتقدم القوات باتجاه حي بن زيد شمال غرب حلب سيطرنا اليوم عدة كتال طبعا بالتوفيق من الله حوالي 12 معمال كان الهدف من العملية هو اسقاط والسيطرة على معامل الليرمون وبالاضافة إلى تضييق الخناق على بن زيد وقطع الطريق الكستلو التقدم النوعي للجيش في معارك حلب يفتح جبهات شمال وشمال غرب المدينة على مصرعيها فمجمع الكستلو يسقط مرتفع ظهرة عبدربو ناريا ويفتح الباب أمام تقدم القوات في الريف الشمالي للمدينة من جهة الجنوب باتجاه المعاقل الرئيسية لجبهة النصرة في كفر حمر وحرتان ولعل الأهم وضع الجماعات المسلحة في حي جمعية الزهراء غرب حلب في مرمى النار من جهة الشمال والشرق والجنوب بعد وصول قوات الجيش العربي السوري إلى منتجة الكستلو أصبحت الآن جميع الجبهات تحت السيطرة النارية للجيش العربي السوري وأصبح قادرا على الانتقال إلى فتح جبهات جديدة في المحور الشمالي من حيان وحريتان وعندان الآن نستطيع أن نقول أن شبكة خلاص مدينة حلب من هذه الجميع الإرهابية المسلحة قد بدأ العد التنازل نهايتها وإنهاء خمس سنوات من القتل والدمار في مدينة حلب فتح الجيش النار لتطويق ريف حلب يتيح له التقدم شمالا إلى بلدة كفر حمر تطورات استراتيجية تنقل معارك الجيش السوري من معارك حسم لواقع المدينة إلى معارك إنهاء الحالة المسلحة في المدينة وأريافها تقدم قوات الجيش السوري وسيطرتها على منتجع الكاستولو إضافة إلى تقدم القوات من محور معامل الليرامون يتيح للجيش فتح محور الأحياء الغربية للمدينة إضافة إلى ذلك يتيح له فرض طوق جديد لا ربما في المستقبل القريب على الجماعات المسلحة داخل الريف الشمالي للمدينة رضا الباشا حلب الميدين عودة الحوار السوري السوري لا تبدو وشيكا فجل ما أمله المبعوث الدولي السفاني بالسورة هو استكمال المحادثات نهاية أب أغسطس المقبل فضلا عن أن أجواء النقاش الروسي الأمريكي ما زالت مربدة بخلافات كثيرة تتصل بالميدان السوري قبل السياسة يحصل ذلك فيما تدالد جبهة النصرة في قرار فك ارتباطها بتنظيم القاعدة محمد محسن يبدو أعلان التحالف ضد جبهة النصرة وتنظيم داعش سهلا على موسكو وواشنطن حتى أن وزارة الخارجية السورية رحبت به وأبدت استعدادها لتنسيق العمليات الجوية ضد الإرهاب والالتزام الحوار السوري السوري من دون شروط مسبقة لكن لا شيء حتى الآن يوحي ببدء تطبيق تفاهم موسكو يعززه هذا الانطباع إعلان المبعوث الأممي إلى سوريا ستفاندي مستورا عن أمله ببدء جولة جديدة من المحادثات السورية السورية نهاية أب أغسطس المقبل بلغة أخرى يقول ديمستورا الأمريكيون والروس لم يتفقوا بعد خلافهم ظهر جريا في آخر جلسات مجلس الأمن الدولي تبادل من دوبات طرفين الاتهامات بقتل المدنيين السوريين خلال الغارات الجوية استنكر الروس ذكر حصار المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعات المتشددة وتجاهل المناطق التي تحاصرها هذه الجماعات ما قد يزيد هذا الخلاف هو قرار من المرجح أن يقدم عليه مجلس شورى جبهة النصرى يقضي بفكر تبادل جبهة بتنظيم القاعدة قرار يريح واشنطن سياسيا على الأقل إذ إنه يسهل عليها التسويق للتفريق بين المجموعات المصنفة إرهابية وبين تلك المشمولة باتفاق وقف الأعمال القتالية لكن المسار الميداني في حلب تحديدا يشير إلى أن الجيش السوري وحلفائه يتقدمون من دون انتظار الاتفاقات السياسية حلب الشرقية باتت محاصرة بالكامل الجيش السوري فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين وهي إشارة إلى أن أهداف الخطة التي بدأ تطبيقها منذ أسابيع تتعدى معطى حصار المسلحين فيها ووفق المعلومات المؤكدة فقد فر بعض قادة المسلحين إلى تركيا قبل تثبيت الحصار تركيا المنشغلة بأزمتها الداخلية اليوم استعادت علاقاتها مع روسيا وتراجع حجم دعمها للمجموعات المسلحة والذي بدأ منذ نشأة تلك المجموعات قبل أعوام وفق ما أوردت الإيكونوميست موقف أنقرة في الشمال السوري حيث نقطة ارتكاز المعارك أصعب منذ قبل أكبر المتفائلين بتسريع الحل السياسي عينه اليوم على نتائج المعارك فالمفاوضات على ما يبدو تحتاج إلى سخونة ميدانية زائدة تسرع في إنضاج اتفاقاتها المبدئية وهو ما لا يجري حتى الآن كما يستهي حلفاء واشنطن أصدر رئيس الوزراء العراقي حدر العبادي أمرا ديوانيا يقضي بجعل الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية رسمية تضاهي بعملها عمل جهاز مكافحة الإرهاب مع ضمان كافة الحقوق والواجبات في المستقبل محمد الفهد مظلة شرعية باتت تغطي عمل الحشد الشعبي العراقي بعد صدور أمر ديواني من رئاسة الوزراء يقضي بتنظيم عمله العسكري والإداري والمالي إذ ينص الأمر الديواني على جعل الحشد مؤسسة عسكرية مستقلة بما يضاهي عمل جهاز مكافحة الإرهاب إضافة إلى خضوعه لقائد ومعاون وآمرين وألوية مع ضمان الحقوق والواجبات فيما ارتباطه بنحو مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة إيجابيته تم تنظيمه بطريقة الجيوش والقوات المنظمة الرسمية هناك حيئة ركون، هناك مالية وإدارة، هناك ريادات، هناك ألوية، هناك أفواج ولذلك سنبعد عن التأثيرات الحزبية بصراحة توقيت القرار وأبعاده الاستراتيجية جاءت وبحسب المتخصصين لقطع الطريق أمام الأصوات التي تروج لنشوء خلافات بين رئيس الوزراء والحشد الشعبي فاضلا عن كونه ضمانة حقيقية لجهود القوات المنظوية فيه بعد تحرير العديد من المناطق والاستعداد لمعركة الموصل تؤدي هذه النتيجة إلى أنه لا توجد هناك خلافات ما بين الدولة ومن بين الحشد الشعبي والذي سمعناها لأكثر من فترة وهناك أكثر من دولة إن كانت حربية وأجنبية كانت تنادي بإنهاء عمل أبناء الحشد الشعبي ولكن هكذا القرار سيكون له قوة كبيرة القرار الحكومي العراقي قد يؤسس لمرحلة ما بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش وإنهاء وجوده عبر الاستفادة من آلاف العناصر المتمرسة للقتال وتبديد حفيظة بعض الأطراف الخارجية إذا أما حققه الحشد من إنجاز ميداني وفق المراقبين عشرون لواء من الحشد الشعبي من بين أكثر من تسعين ستصبح قوة رسمية وفق الأمر الديواني لكن تنفيذ القرار يحتاج إلى دراسة معمقة لبنوده من قبل الأطراف المعنيين بغية الوصول إلى درجة القبول من الجميع لتجنب الثغرى التي قد تؤثر على أنجاز هذا الملف هكذا يقول بعض قادة الحشد محمد الفهد بغداد الميادين أكد الناطق باسم الحشد الشعبي يوسف الكلابي أن الحشد الشعبي سيشارك في معركة تحرير الموصل وأوضح في حديث للميادين أن الأمر الديواني بتحويل الحشد إلى جهة عسكرية موازية لجهاز مكفاحة الإرهاب ومكمل لأوامر سبقته تعتبر الحشد الشعبي منظومة عسكرية تأتمر بأمر القائد العام الحشد الشعبي حسم الموضوع عن طريق القيادة العامة لقوات المسلحة رئيس الوزراء قالها ولأكثر من مرة وعززها قبل أيام أن الحشد الشعبي يشارك بمعارك تحرير الموصل إن شاء الله فازت هيلاري كلينتون بترشيح الحزب الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى في تشرين الثاني نوفمبر المقبل وفي اليوم الثاني من مؤتمر الحزب الديموقراطي ظهرت حالة الانقسام بوضوح بعد قيام أصار سناتور بيرني ساندرز بالتظاهر أمام مقر المؤتمر احتجاجا على تسمية كلينتون مرشحة للحزب ساندرز يقر بفوز منافسته كلينتون مرشحة للحزب الديموقراطي لتخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل صيحات استهجان من مناصر السناتور عن ولاية فيرمونت وانتقادات من مؤيدي منافسته كلينتون في تشرين الثاني نوفمبر سيكون لديهم خيال بين الحزب الديموقراطي الذي نحن من سمحنا بأن ينضموا إليه وبين ترامب الذي لن يساعد إلا نفسه الفوز كان محسوما وفق التصويت والأقلية التي تطلق صيحات الاستهجان لن تغير شيئا هنا الديموقراطيون يأملون في مؤتمرهم هذا أن يشكل قاعدة جديدة لانطلاقة نحو الرئاسة رئاسة لن يكون الطريق إليها معبدا في ظل أرقام وإحصائيات تحدثت عن تقارب مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب لكن على ما يبدو أن هذا الطريق ازداد وعورة فمنصر ساندرز غادر قاعة المؤتمر وتظاهر أمام مقر عقاده وسط إجراءات أمنية داخل هذه المنطقة المحصنة شجعنا الناس على التسجيل والتصويت للحزب الديموقراطي وهذا كله لساندرز لكن وجدنا بعد سنة أن اللجنة الوطنية للحزب تعمل ضدنا طوال الوقت لذا أنه ينبغي أن تسمع أصواتنا نحن موجودون هنا لكي نحدث تغييرا في البلاد ونحن مستمرون في ذلك سواء قبل الحزب الديموقراطي أم لم يقبل يشار إلى أن ترشيح كلينتون للفترة الرئاسية المقبلة لن يكون رسبيا إلا بعد إلقاء خطابها الخميس المقبل أمام المؤتمر الوطني العام معلنة قبولها الترشح فيما يرى مراقبون أن الديموقراطيين سيعملون على احتواء غضب مناصر ساندرز الذين لم يتقبلوا الهزيمة رغم الدعوات إلى وحدة الحزب التي أطلقها سيناتر فيرمانت محمد كريم فلدلفيا الميادين تجمع ألف البحرينيين أمام منزل أكبر مرجع شعي في البلاد الشيخ عيسى قاسم وذلك عشية الجلسة الأولى لمحاكمته التي توقع صباح اليوم وكانت السلطات البحرينية قد جردت شيخ قاسم من جنسيته قبل محاكمته بتهمة جمع أموال بطريقة غير شرعية والتعامل مع جهات خارجية معادية للبحرين أعلن الجيش المصري مقتل 25 مسلحا وإصابة 15 آخرين من تنظيم داعش في عملية أمنية غربية مدينة رفح ووفق مصادر عسكرية مصرية فقد استخدمت مروحيات الأباتشي لقصف تجمع كبير لعناصر التنظيم في قرية بلعة غرب رفح أثناء تأهبهم لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة تتواصل الإجراءات التركية لاعتقال وتوقيف مؤيدي فتح لجولن المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية فقد أقالت مديرية الشؤون الدينية التركية أكثر من ألف ومائة من موظفيها بينهم دعاة فيما أغلقت وزارة الصحة 34 مؤسسة طبية وحولت أصولها إلى خزينة الدولة على جبهتين منفصلتين تقاتل الحكومة التركية لتثبيت دعائم السلطة المدنية كما تقول الجبهة الأولى مستعرة هذه الأيام والخصم فيها المعارض فتح لجولن ومنظمته المتغلغلة في مفاصل الدولة كما تقول الحكومة حملة اعتقالات وعزل لكل من ينتمي إلى هذه المنظمة من قريب أو بعيد في جديد الاعتقالات أوقفت السلطات الوالية السابقة لمدينة اسطنبول في إطار التحقيقات كما سلمت الإمارات قائد القوات التركية في أفغانستان جاهد باقر لأنقرة أثناء وجوده في مطار دبي هناك أمكانية لإجراء بعض التعديلات الدستورية الصغيرة بالتوافق مع الأحزاب الأخرى لإزالة النتائج السلبية ولسيما ناتجة عن انسداد النظام الحالي للبلاد على المدى القصير كما أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بمواصلة عملية صياغة دستور جديد للملاد الجبهة الثانية وهي أكثر إلحاحا بالنسبة إلى الحكومة فهي الإجراءات التي تتخذها في مرحلة ما بعد محاولة الإنقلاب من تعديلات مرتقبة في الدستور التركي لضم قوات الدرك وخفر السواحل إلى وزارة الداخلية والعمل على إعادة هيكلة الجيش إجراءات وإن وقفت المعارضة فيها إلى جانب الحكومة لكنها قد تتحفظ عليها في الأيام المقبلة وفقا للمراقبين اجتماع المعارضة مع الرئيس ألوغان دليل واضح وإشارة قوية على إجماع القوى الحزبية على الإجراءات المتخذة حتى الآن خلال مدة قانون الطوارئ ولا أعتقد أن طرح ملف تعديل النظام إلى نظام رئاسي هو على طولة حوال الحكومة مع المعارضة في المرحلة الحالية الشارع التركي الذي خرج للتو من صدمة المحاولة الإنقلابية الفاشلة يترقب بكثير من الحذر إجراءات مع بعض المحاولة وفيما إذا كانت ستساعد على استقرار البلد سياسيا وأمنيا لا حديث اليوم في تركيا سوى عن التوقفات والاعتقالات التي تنال من كل من ينتمي إلى ما يسمى التنظيم الموازي إجراءات تسير بوتيرة متساعدة لقطع الطريق أمام أي محاولات انقلابية أخرى بحسب المراقبين محمود واسق إسطنبول الميادين إلى فرنسا حيث أعلن النائب العام التعرف على هوية أحد منفذي الاعتداء على كنيسة تيان ويدعى عادل كرميش من وليد فرنسا وعمره 19 عاما القاضي أوضح أن كرميش كان مراقبا من قبل أجهزة الأمن وحاول التوجه مرتين إلى سوريا وكان تنظيم داعش قد تبنى الهجوم شمال فرنسا حيث هاجم مسلحان بالسكاكين كنيسة وأقاما بذبح أحد الرهبان قبل أن يقتله حزب الله دان جريمة ذبح الكاهن في فرنسا وأكد أنها تهدف إلى التحريض المباشر وغير المباشر على الإسلام والمسلمين البيان رأى أن الجريمة تدعو مجدداً للوقوف أمام الدول التي دعمت ومولت الإرهابيين في منطقتنا حتى بدأ العالم بأسره يكتوي بنارها حزب الله دعا الجميع إلى العودة عن السياسات القديمة الخاطئة وإلى موقف موحد وجاد ضد الإرهاب بأشكاله وعنوينه كافة وعدم التسامح مع رعاته وحماته الدوليين والإقليميين اختتمت القمة العربية في نواكشوت في ظل حضور كان الأضعف في تاريخ قمم القادة العرب على الرغم من الارتياح الموريتاني لمستوى القرارات التي اتخذت وإن رأى البعض أنها لم ترتقي إلى مستوى طموحات الشعوب العربية تقرير أبي زيدان بعد ساعات فقط من وصولهم غادر ضيوف موريتانيا معلنين أن الأمل في قمة الأمل لم يكن بالمستوى المطلوب هذه المرة كانت صياغة البيان الختامي هادئة لكنها كانت بعيدة جدا عن تحقيق طموحات الشارع العربي حسب أغلب المراقبين هذه القمة عقدت في ظروف غير عادية رغم أنها تسمى القمة 27 العادية لكن في الحقيقة هي ظروف غير عادية موريتانيا قبضت على حقيقة الوضع العربي أن الوضع العربي لا نحسد عليه وبالتالي وضعت لنا عنوان أنا شخصيا أرى عنوان براق بديع قمة الأمل أمل استمر ثلاثة أشهر عكست مشاعر متناقضة لدى الشارع الموريتاني ففيما كانت الغالبية ترى في انعقاد القمة بنواكشوت فرصة طال انتظارها لاحتضان العربي لهذه البلاد كان البعض الآخر يتخوف من أن تكون أداة ربط لاسم بنواكشوت بقرارات ستزيد من حدة حالة التشارم والفوضى التي تعم العالم العربي ما كنا نخشاه من أن تزيد الأوضاع العربية صعوبة على صعوبتها وتزيدها تأزما على تأزمها الحمد لله أعتقد أن البيان الختامي وخطاب الرئيس الذي يتولى الآن رئاسة القمة العربية كان شيئا ما يميل إلى تهدئة إلى بقاء الحال على ما هو حاليه بما أن الأحسن مستبعد في الظروف الحالية فكان العلاج أن لا يكون بالكي قمة نوكشوت التي فشلت في اتخاذ قرارات سياسية تستجيب لتطلعات العرب نجحت في سياغة توصيات اقتصادية واجتماعية محلية هنا وهناك حتى مع إقرارها دورية القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية كل أربع سنوات بدل سنتين لم يمت الأمل هنا بشكل كامل رغم كل خيبات الحضور والخلافات العميقة فما زال البعض هنا يراهن على رئاسة موريتانيا للجامعة العربية وقدرتها على الإنجاز حتى وإن بتذرش أبي سيدان وكشوت الميادين في اليمن استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب ستة عشر بجروح من جراء إلقاء مجهول قنبلة على مسجد في منطقة بني بهلول في مدرية سنحان التابعة لصنعاء مراسل الميادين أفاد بأن العملية جرت في أثناء أداء صلاة المغرب ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا 2006 وثائقي منتاج الميادين يكشف أسرر التخطيط لعملية أسر الجنديين الإسرائيليين في تموز 2006 الميادين نت ذكرت أن الوثائقي يكشف كيف حصلت العملية بالاعتماد على مشاهد لمناورات حزب الله التي سبقتها ثم على شهادة الجندي الإسرائيلي الوحيد الذي نجى منها كما يعتمد على شهادات شخصيات من أصحاب القرار في إسرائيل ولبنان وحزب الله ووفق الميادين نت يعرض الوثائقي 2006 ما يكفي من المعلومات الجديدة التي ترسخ في أذهان العرب صفحات الفشل الإسرائيلي ويُعرض ابتداء من هذا الأسبوع وفي ثلاثة أجزاء كل سبت عند التاسع مساء بتوقيت القدس الشريف جولة على أبرز عنوين بعض الصحف العربية الصادرة هذا الصباح مع عهبة الله بطار كيف صباح الخير؟ صباح الخير أحمد شكرا لك وصباح الخير لكم مشاهدينا نستهل هذه الجولة من لبنان مع صحيفة البناء ونقرأ فيها كاري ولفروف لتفاهمات نوعية أول آب بالتزامن مع ساعة الحسم في حلب الجيش ينذر مسلحي الأحياء الشرقية وخروج آمن للأهالي وبدء المفاوضات غطاء غربي وفيتو عربي على تواصل السلام مع الحكومة السورية حول النازحين رغم الله هدموا منازل شعبنا استهتار بالقانون الدولي إصابة فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا من لبنان إلى العراق مع صحيفة الصباح الجديد وفيها مقتدى الصدر يغلق مكاتبه بأرجاء العراق أيضا في الصباح الجديد القوات الأمنية تنصب جسرا عائما على نهر الحلوى تمهيدا لتحرير جزيرة الخالدية البرزاني وزير الخارجية منع مشاركة الإقليم في مؤتمر واشنطن من الصحف السورية نختار صحيفة الوطن ونقرأ فيها الرئيس الأسد مشكلة قادة الغرب مع سوريا استقلالية قرارها وفود من الولايات المتحدة واليونان وإيران تزور دمشق خميس حرصون على نشر الإسلام المعتدل المعلم الشعب صف واحد في مواجهة الإرهاب لقاء ثلاثي في جناف ومباحثات أمريكية روسية لم تنضج بعد هل تشترط واشنطن انتقالا سياسيا مقابل محاربة النصرة؟ ميدانيا الجيش يطبق على مسلحي حلب ويتقدم بغوطة دمشق أما الآن فننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط على خطى الحرس الإيراني الحشد العراقي جيش موازن الإعلان عن تحول الميليشيات إلى جهاز تابع للقائد العام فرنسا تطعن مجددا وأولاند حرب سنخوضها قتل كاهن ذبحا بعد احتجاز رهائن في كنيسة وداعش يتبنى تركيا إلى دستور جديد وأردوغان يتطلع لصلاحيات أوسع واشنطن تسهل لعائلات ديبلوماسيها المغادرة بعد الطوارئ أما الآن فننتقل إلى صحيفة الدستور الأردنية ونقرأ فيها أنقرة تلاحق الإنقلابيين خارج البلاد وتواصل حملة التطهير في الداخل أردوغان يزور موسكو لمصالحة بوتن الاحتلال يهدم 15 منزلا قرب القدس إطلاق نار على فتاة واعتقال 15 فلسطينيا في الضفة من الدستور الأردنية إلى الأهرام المصرية وفيها الإرهاب والتطرف والجنون يضرب ثلاثة دول ذبح في فرنسا واعتداء لمستشفى في ألمانيا وتعن معاقين باليابان أيضا في الأهرام أمريكا تطالب مواطنها بمغادرة تركيا نتيجة القمع الأمني أردوغان انتظرنا على أعتاب أوروبا 53 عاما والإعدام إرادة الشعب أما ختام هذه الجولة فمن البحرين مع صحيفة الوسط الإعلان عن خطة تعاون عسكري أمريكية روسية بشأن سوريا في أغسطس واليوم بدء أولى جلسات محاكمة الشيخ عيسى قاسم وآخرين مع هذا العنوان نصل إلى ختام هذه الجولة ونعود الآن إلى الزميل أحمد شكرا لك هبة وقبل الختام هذا تذكير لأبرز العنوين استشهادوا فلسطينية وإصابة خمسة خلال تصديهم لاعتداءات جنود الاحتلال في بلدة تاسوريف بالخليل الجيش السوري يعلن فتح ممرات آمنة للسكان المحاصرين في حلب ونحو كيلومتر واحد يفصله عن استكمال الطوق حولها الحجد الشعبي يشارك بمعارك تحرير الموصل الناطق باسم الحجد الشعبي يؤكد للميادين مشاركته في معركة تحرير الموصل بعد قرار العباد تحويله إلى مؤسسة عسكرية رسمية الحزب الديمقراطي يرشح كلينتون رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية وأنصار ساندرز يتظاهرون احتجاجا المزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقعنا على الانترنت الميادين.net ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانال.الميادين.net شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة